وفي الرقة المقاتلون الأجانب في داعش أتوا بنمط عيشهم وأكلهم ماذا يأكل مقاتلو الدولة الإسلامية وماذا يشربون السوق الاستهلاكي في الرقة دليل على نمطهم الغذائي فالمقاتلون الأجانب الذين يشكلون نسبة كبيرة من عناصر داعش احتفظوا بعاداتهم الغذائية وإن أتوا بها من الغرب الذي يحتقرونه مطاعم كثيرة في الرقة غيرت نمطها وتحولت إلى الوجبة السريعة المفضلة لدى مقاتل التنظيم وازدهرت خدمة التوصيل إلى المنازل وعلى نطاق واسع زاد استهلاك ألواح الشوكولات بأنواعها الفاخرة وبعضها لم يكن سابقا يباع في أسواق الرقة وكذلك بالنسبة إلى تشيبس بأصنافه الأجنبية الغالية الثمن بالإضافة إلى أنواع متعددة من المقرمشات التي أدخلت حديثا إلى السوق قبل داعش لم يكن أصحاب المحال التجارية في الرقة قد سمعوا بمشروبات الطاقة ولم يتوقعوا تسويق هذا النوع من المشروبات الذي يبلغ ثمن العلبة الواحدة منها دولار ونصف هذه المشروبات بالإضافة إلى المشروبات الغازية والبيرة الخالية من الكحول تغزو اليوم أسواق الرقة وكل هذه السلع يتم استيرادها من تركيا بالإضافة إلى أحدث موديلات الهواتف الذكية التي تعني الكثير لمقاتله داعش في المقابل أغلقت في الرقة المحال التي تبيع الكحول والدخان وكذلك المقاهي التي خفروا وادها بعدما منع التنظيم تدخين النرجيلة وفرض الفصل بين النساء والرجال غذاء مقاتلي داعش أمر يهتم له التنظيم وهو لهذه الغاية أنشأ موقعا إلكترونيا وحسابا على تويتر تحت اسم مؤسسة الزوراء يتوجه فيه إلى نساء المقاتلين ويقدم لهن النصائح حول الأطباق التي تقوي الجهاديين على جبهات القتال من بينها وصفة البانكيك مثلا بمقادرها وطريقة تحضيرها وهذه السكاكين هي لتقطيع اللحمة والخضار هذه المرة وتحضير الشربة المغذية لمن يسميهم الموقع أسود الجبهات